هدنة أم تسوية تنهي الحرب؟ تساؤل المشوب بتحذيرات صريحة من قيادات بارزات في السلطة الشرعية رداً على أنباء تفيد بأن السعودية بدأت محادثات غير رسمية مع جماعة الحوث الإنقلابية أواخر سبتمبر الماضي في العاصمة الأردنية عمان وتستمر في العاصمة العمانية مسقط المحادثات وفقاً لمصادر مطلعة انطلقت إثر العرض الذي قدمه الحوثيون لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على العمق السعودي مقابل وقف التحالف ضرباته الجوية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المحادثات وفقاً لهذه المصادر ذات طبيعة أمنية وتعيد إلى الأذهان المحادثات المبكرة التي أجرتها السعودية بداية الحرب مع الحوثيين في مدينة ظاهران الجنوب وانتهت إلى عدة هدن لم يجري احترامها وكان الرئيس هادي هو الذي يعلن عنها استناداً إلى الصلاحيات دستورية المخولة إليه ومع تزايد المخاوف من إمكانية أن تنصب السعودية نفسها بديلاً عن السلطة الشرعية المكبلة بقيود عديدة بينها اتفاق الرياض صادرت إشارة تحذير مهمة من نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري من إمكانية إقدام السعودية على إبرام اتفاق يبقي صنعاء وغيرها من المناطق الرئيسية في البلاد تحت سيطرة الميليشيا ما لم تقله الرئاسة اليمنية المحكومة بظروف الإقامة شبه الإجبارية في الرياض أفصح عنه النائب جباري الذي أكد أن السلطات السعودية لم تبلغ السلطة الشرعية حتى الآن رسمياً بشأن محادثاتها الجارية مع الحثيين يعكس النائب عبد العزيز جباري موقف طيف واسع من القوى والفعالية اليمنية التي حاولت الرياض وأبو ظبي تهمشهما سياسياً وعسكرياً طيلة الفترة الماضية من زمن الحرب رغبة منها في تجاوز الحقيقة التي تمثلها المرجعية السياسية والدستورية للسلطة الشرعية وكلمتها الفصل في أي تسوية مقبلة تنهي الحرب خصوصاً إذا جاءت تسوية كهذه دون التطلعات الكاملة والمشروع للشعب اليمني أنباء المحادثات السعودية غير الرسمية مع الحثيين رغم طبيعتها الأمنية فإنها تمثل بنظر المراقبين تطوراً خطيراً للغاية لكونها تختزل ما يجري في اليمن إلى مجرد أزمة حدودية مع المملكة العربية السعودية وتضع أمنها كأولوية تفوق أولويات شعب بكامله يواجه انقلاباً عسكرياً مدعوماً من إيران ويرى السعودية تنزلق إلى تثبيته بعد سنوات من خطابها الصاخب بشأن مواجهة المد الإيراني على الساحة اليمنية